الناس دايماً بتعود تتساءل إلى متى تستمر تداعيات هذه الأزمات الاقتصادية المتلحقة المتعقبة المتلصقة ما بين الكورونا وما بين الحرب الروسية الأوكرانية لا ده سؤال صعب لا سؤال صعب لكن طبعاً لا بدرش أقولك الحرب هتنتهي أنا أتمنى يا رب الحرب تنتهي أتمنى أنها تخلص دلوقتي آه بالضبط لكن لو الحرب خلصت دلوقتي كل الاقتصادين في العالم اتفقوا أن تداعيتها هتوعد من سنة لاتنين ده لو فيه إرادة من المجتمع الدولي لإنها الأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي أعطال حق بالعالم كله حضرتك ذكرت في المقدمة كلمة بسيطة خالص بتقولها أصلي فيه حاجة ممكن تحصل اسمها الركود التدخمي تعرف يعني إيه؟ يعني العالم تقريباً هيكون فيه شبه شلل تام انتاجياً وأغيضاً لو كان فيه انتاجية يعني بتزداد حاجة بسيطة هيبقى فيه يعني للأسف توقف من مجريات السياسة النقدية اللي احنا بنشوفها دي هتأثر تأثير كبير جداً على دخل الأسر في العالم كله ويمكن حضرتك سامع دلوقتي في أمريكا ابتدوا يكون فيه تشدد فيه عملية الإنفاق وأيضاً في انجلترا وفي ألمانيا وألمانيا طبعاً يمكن أشهر مسأل بنتكلم فيه دايماً شرطوا إن محدش يشتري أكتر من إزازة زيت وكيلو دقيق للفرد وفي انجلترا بيدي سياسة شددية في الإصراف لأماط السلوك يعني وديتحد الأوروب بنفس الحال أمريكا نفس الحال أمريكا تخيل حضرتك أنه تقريباً أنا بقرب الرقم يعني برضا خمسين في المئة بطلوا يأكلوا بره البيت خمسين في المئة بتدوا يستخدموا البصات ووسائل النقل الجماعي دون استخدمهم للسيارات الخاصة بيهم فالتوجه اللي احنا رايحين له للأسف تدائياته وتأثيراته كبيرة جداً دا ليه يا صديق عزيز جداً يعني بيشتغل في الشركة ضخمة على المستوى الدولي مكتبه في انجلترا فكنا بنتكلم مبارح تحديداً فبقولوا أحمد أنت شايف الأزمة في انجلترا بتحصل يعني إيه الوضع عندك وعمل إزاي فبالظبط كده قالي اللي عاوز يعرف يعني إيه أزمة اقتصادية يتفضل ينور في لندن أه بتقولوا إلي هذا الحد قال لي والله 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 هو عارف أنا بقى صدوق هو يعني هو عارف والله أمام ربنا قال لي أنتوا قاعدين في مصرف جنة جنب اللي احنا شايفينه مضبوط تقولوا يا عم وبتاقى قال لي والله الوضع في انجلترا وحش طيب ممكن أقول لحضرتك ويعني أزيد بيت في الشعر هذا أمك انجلترا عندها أزمة لأن ازدادت أزمتها بعد أزمة خروجها من الاتحاد الأوروبي صحيح وطبعا يمكن تتذكر حضرتك أزمة السوائين للشواحن وللأزمة البترول وأزمة المصانع وطبعا وصلها لها أزمة كبيرة جدا أن هي مش عارفة تتراجع لترجع تاني الاتحاد الأوروبي في ظل الأزمة اللي احنا فيها ولا عارفة تكمل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي البريكست وده مؤثر تأثير كبير جدا على رئيس الوزراء في بريطانيا والانتخابات عندهم للأسف جاية مش في صالح رئيس الوزراء انت أخدتني للسياسة ولكن أنا بوريك انعكاس الوضع الاقتصادي ده وفي دواير في لندن خلاص يعني حزب المحافظين خسرها بالضبط وده مؤثر تأثير كبير جدا على الوضع السياسي في إنجلترا وأكمان أقول لحضرتك عمان أيرلندا بتحاول أن هي تنفصل كمان الانفصال النهائي بعد فوز اللي هو الحزب الجديد اللي هو ما بقاش يعني مفسي من أكتر من مش عارف كذا سنة وابتدى يتجهوا أن يكون فيه احتمالية انفصال برضو عن إنجلترا أنا عايزة بستوري حضرتك النموذج ده بتاعنا مصر عملتين نجحنا اللي احنا شفنا ده محقق قد ايه تقريبا أولا الحمد لله تصدينا لتدعيات أزمة جائحة كورونا بطبعا بالمجهود والتعم اللي احنا شفناه خرجنا بالنتاج اللي انت حضرتك شايف في الوضع الاقتصادي صحيح عندنا تغير فيه ارتفاع في السياسة النقدية في سعر الصرف ولكن الحمد لله توفر في السلع توفر في منتجاتنا المواد البترولية ولكن في الاهم ان احنا زدنا في الصادرات امام العالم كله ابتدا كان يتراجع لكن احنا الحمد لله عندنا زيادة في الصادرات اه عن عام 2021 وصلنا تقريبا لأكتر من 32 مليار دولار صادرات دون النفطية يعني لحضرتك لو ضفت النفط كمان تقريبا بنتكلم باكتر من 42-43 مليار دولار ده كله ليه اثار من نتيجة المجهود اللي تم تحقيقه في سياسة الاصلاح الاستراتيجي لهياكل الدولة المصرية حلو جدا فضل يعني عملية او سياسة الاصلاح الهيكالي لو صح التعبير في الاقتصاد المصري والسياسات النقدية والمالية اتت بالثمار اللي خلتنا في الازمة دي بنحقق اقل خسارة ممكنة مصبوط و لغية اننا بكلم حضرتك فيه احنا تصدينا باحترافية حلو لكن انت ما تعرفش التداعيات اللي جاي لك من بره زي مولت حلو كده انا خدتك مثل واحد بز طيب البترول بكرة بقى مية وعشرين مية وثلاثين هتعمل ايه طيب بلاش كده لقدر الله اكتر مأساة الامور وابتدت ان تعرف ان احنا دولة بنستورد الامح من الخارج وتوقف اسعار او توقف سلاسل الامداد او توقفت اي جراء اهزيم من المشاكل على البورصات في العالم بورصات الحبوب المحاصيل الزراعية او في الغاز التصور هيكون ايه علشان كده بقى السيدة الرئيس في الفطار اللي كان فطار الاسرة في رمضان قال ان الحكومة تطلع توصف للناس الوضع الاقتصادي المصري وازاي ان احنا بنكتهد ونعمل على برنامج موضوع واحد توطين الصناعة صح دي قضية امن قوم يا فانت زي ما احنا عملنا طبعا هو مش مكتكامل بس احنا الدولة بتسعى الرئيس بيسعى توطين الزراعة توطين الزراعة ده فانتب هو اللي يمكن انقذنا دلوقتي ومخلناش نستورد كل الامح اللي هو مطلوب للتخزين للستراتيجي الخاص بينا اتنين عملنا الصوامع اللي هي وفرت امن استراتيجي لحماية الناس بيكون كان فيه هدر تقريبا كل سنة مش اقل من 10-15% النهاردة وفرنا وفرنا عملة صعبة الامر الاخير ان انت النهاردة بتوطن عملية الاستثمار المباشر مع الجهات الخارجية احنا عملنا بنية تحتية قوية اقتصادية صحيح عندك العديد من المشروعات القومية ازاي تتوجه للعالم ان انت تقدم لهم نمازج مصر بتخاطب العالم واكيد حضرتك تعلم جيدا هذا الامر ان احنا بنضع فكر استراتيجي جديد للمشاركة ما بين القطاع الحكومي او الحكومة والقطاع الخاصة عن طريق كمان ان احنا نبحث مع شركاء استراتيجيين شركات عالمية تخش مصر تبحث عن فرصة بالنسبة لنا دي فرصة ذهبية ليه؟ لان الوضع اللي في اوروبا النهاردة او في امريكا والتدعيات الاقتصادية اكيد فيه ناس بتحاول تبحث عن اماكن امنة صح تبحث عن ان تكون اموالها امنة هو ده حقة الخطاب ان شاء الله اماكن اكتر امانا واستقرارا وفي معدل نمو زيادة حلوة او والسوء كبير